السلام عليكم اليوم جبت لكم أسرع وأسهل وصفة تقدروا توجدوها وتحمروا بها وجوهكم في المناسبات في الأعراس والحفلات هذه الوصفة تعمني تختلت اللي تجي شكل تحارقي والبنة تحمش الله لها يعني في لجينة تجي الدوف الفم وتتفتت بالنسبة للحشوة اللي ترتافيها من الداخل كذلك ما تجيش حلوة وتجي خفيفة ما لكم غير تجربوها كما عاوتوني دايما تجربوا الوصفة تنتنجح لكم إن شاء الله وقبل ما نبدأوا الوصفة ما لكم غدرونا لايك للفيديو هكا باش تجعوني أكتر جبكم وصفة ناجحة واشتركوا في القناة إذا كنتوا جديد وبرتاجوا باش تعملوا الفيضاء لجميع بسم الله نبدأ وأول مكون نحتاج لهذه الوصفة 250 جرام من مارغارين تدين نصف التحافة فقط أي 125 جرام بالنسبة للعجينة ندين 125 جرام مارغارين ملعقة كبيرة من فانيليا أي لفاني نزيد وزوج مغارف كبار من السكر الناعم أي السكر غلاسي وزوج سفار بيت هنا سوف نفصل بين السفار والبيض السفار تعزوج بيت سوف نضعهم مع السكر الناعم والمارغارين أما بالنسبة للبيض سوف نضعه جانبا باش نخدم به الكريمة أي الحشوة التي تأتي في وسط العجينة نضعه على رأس المغرف مغرف صغيرا كما رأيك على رأس المغرف خميرة كميائية لا يوجد رأيت الكمية التي قمت بها على رأس المغرف نضعه جانبا بيت سوف نضعه جانبا بيت سوف يكون معمرين يعني بالقرام حوالي 280 جرام هذا بشكل تقريب نخلط المكونات بأصبع يديا ثم نضع الفارينة نضعه جانبا بالقرام نضعه جانبا بالقرام حوالي ملعقة صغيرة سوف نعودها ونرى إذا أحتاجت أو لا لا نحرك بأصبع يديا واللم هذه المارغارين مع الفارينة بها هذه الطريقة نضعه جانبا بالتدريج هنا نعطيكم ملاحظة أحيانا الفارينة قادرة تكون تشرب بالخف نضعه جانبا بالكس ونصف أو لازوشكي ثان واربع صحيح على حسب نوعية الفارينة لكن هنا ننصحك يعني كبه يغيب التدريج ولمي وشوفي هنا نلاحظوا معيان ما زل خاصة الفارينة قد نزيد بنسبة لكس تزاوج حطي تهجع وهنا نشوفي اللي ره لاسق فيه دياشة قد ندير نجيب ملعقة صغيرة من هاتيك الفارينة أي الطحين يعني نعود هاتيك اللي طحت لي في طاولة العمل نبدأ نقلع في هاتيك الفارينة اللي لاسقا في أصبع يديا هكذا واللم نتحصل الى العجينة تكون طريقة نعطيك واحدة العفسة يعني واحدة الملاحظة مهمة جدا أحيانا تزيد الفارينة بلا ما تحسي تنشفي العجينة الحال شوالا الحال انك جيب شوية عبايضة البيض شوية فقط تزيدها معاها وتلمي حتى تحصل على هاتيك القاوم لكي بغيتها صيفهم تاني لي شوية عبايضة البيض لمها في الكيس ونخليها جانبا وقت لنوجد الكريمة اللي غادي تجي فيها هنا كما هكم تشوفوا في هذا الإناء اللي حطيت فيه زوج عبايضة البيض غادي نزيد لحبابيت كما تقدري تزيد غي سفار البيض هنا 125 جرام اللي بقعت لها غادي نزيدها معاها نزيد ولحباني والسكر بالنسبة للسكر دو كنقولكم وهنا خدمت بالسكر حبيبات ليس بالسكر الناعم صحيح تبيني ملاح نزيد ثلاث ملاعق كبيرة من الفارينة أي الطحين هنا نزيد حوالي 8 مغارف كبار كوكاو أو لوز أو لا الجوز يعني قرقع يكون محمص ملاح ومطحون ومطحون كما لا ترى نضيف حبيبات صغيرة نضيف الباتر هذه الوصفات تطلب منك يكون لديك باتر او بيت خام ضربه ملاح ملاح حتى تتحصل على هذه اللون الأبيض نعطيكم ملاحظة أخرى إذا رأيت الخليط ناشف ومتحوس اللون الأبيض تزيدي قليلا على بيض البيض هذا إذا كان البيض صغير صحيف هام تيني هنا بعدما وجدت الكريمة نحن مباشرة نجيب العجينة ونجيب هذه القوالب التي سنخدم فيهم يعني نخدم فيهم ما من قلية ثلاث وقع نجيب العجينة طرية وشابة نحط كمية ملاحة في هذه القوالب قنيد لات ونبدأ نمشي بأصابع يدي نمشي وندور بهذه الطريقة حتى نوصلها للفوق هذا نسجمها في الجوانب أسهل من هذه الطريقة يعني تقدري لا تحليها تفرشيها وتطبعي وتحطي كذلك تقدري لكن انا هذه نفضلها أحسن نسجمها بأصابع يدي والدخل في قاعة القوالب تضغطي بأصابع يديك صحيح؟ وتقلي هذه الزوائد هذه الطريقة وما تنسج تقبيها في الوسط هذا بالغرف هذه الطريقة نحطها جانبا كامل كامل كمية نعود لكم هنا بعد ما كملتها سنعمرها شعرت الفرن يسخن جيدا هذه الكريمة سنأتي ملعقة صغيرة كهوة ونبدأ نعمر فيهم نعمر مغرف واربع مثل مغرف كبيرة إذا حمرتها كثيرا لا تزيدها كربع هذا بعد ما تسجمها سوف يدخلها للفرن تلسج محدة بالنسبة لطريقة الطهي التاحة طلعي الشباك في الوسط تشعلي من التحت لا تشعلي كامل فوق نقصي النار إلى 150 130 على حسب الفرن لازم لا تكون النار قوية ولا متوسطة تكون ناقصة هادئة جدا تخليهم يطيبون تشعلي الساعة تخليهم حوالي وهذا 40 دقيقة يطيبون على ماء إذا كان لديك الفرن الكهربائي ها قديري إذا كان لديك العنار تزيد نقصي إذا تشعلي نار كالشعر رقيقة والفرن يكون ساخر مسبقا إذا كان لديك الفرن الكهربائي يطيب نقصي له بعد ما يمر حوالي نسب الساعة أبدأ طلع لها من ثم وشوفي الحبات اللي طابوا وقلبيها كل واحدة والفرن ستعرف لها بعد ما يطيبوا يشد لك الوقت أنا شدي دائما 40 دقيقة 40 دقيقة يعني 35 40 دقيقة شوفوا نخليهم يبردوا جانبا كي يطيبوا يبردوا منشعج كأنهم الفوق هذا اللون كما تشاهدون أحمر من الفوق دهبي هذا كوالوغة ليس عالة من الفوق خليتها غير ملدحت كي تكون النار هادئة طيب علامة مملابات لا تقول لكم ليس خضراء من الداخل هنا نقوم بها كما تشاهدون بكل سهولة لكن تخرجها من الفرن خليها هذا كل الوقت في هذه الربع ساعة أو عادة يمولها خبطة خفيفة أو سكين في الجوانب هذه جهة واحدة فقط وهزي هذا المون طيب بكل سهولة هؤلاء المون لا تقوم بسحولهم نشوفهم وندسهم لكي لا يتضاولكم وخطرة جاية لا يبقى لسهولكم هنا بعد تبرد تماما نجيب هنا شوكولة لطلي نرغي واحدة شوية ملفوق نطليها وجبت هنا القطايف فتتهم على المقلاء وقليتهم واحدة شوية حمصتهم الداول لون الذهبي كما تشوفين الداول لون الذهبي غمصت هذه الشوكولة ملفوق وزدت هذه القطايف وجبت الغلوكوز شوفوا الغلوكوز وقليتها في الميكورن أو تستطيع 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 هذا وضع هذا أو هذا ثم نرغب بالحبة والسقي لا تطير كما تستطيع هذا التزيين نزيين كما يبقى الخاطر المهم أن أعطيتك بعض الأفكار ومثما تجربوها تأتي خفيفة وبنينة لدرجة لا تستطيع كما تستطيع تحوضوا كذلك كما قلت لكم الكوكو بالداخل باللوز يكون محمص ومطحون أو تخلطوا ما بين اللوز والبندق إذا كان لديكم أو قرقع المهم الوصفة هذه هي نهار اليوم جربوها وردوا عليها بالنسبة لكمية التي تغطيتها لكم اليوم تقطع لكم 20 حبة إذا بغيت الدوب لكمية يعني تعطيكم 40 حبة زيدوا كمية المقادير ضربوها في اثنين هيا ما شاء الله عليها إن شاء الله أكونوا أخفاء فضل رفع على قلوبكم ما تستطيعون أن تجربوا لايك واشتراك في القناة والبرتاج أي سؤال خلوا لي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله نقسم معكم حبة وتشوفوا قربتها لكم تجد ريفة وشابة وبنينة لعبات تحت شي خفيفة مام الحشوة اللي من الداخل كذلك شي خفيفة وبنينة ومشي حلوة يعني كنت أكل حبة ما غاديش تنقهمي ولا تنضري هذه هي تعالوا فروحكم إلى فيديو آخر شاء الله سلام